الغياب الدولي بيعكار هو غياب مزمن منه من هلأ الغياب اللي عم نحكي عنه بهالفترة هو غياب ممنهج لبل تحول من غياب لتواطق لتهميش وتفقير هذه المنطقة أكتر وأكتر هذا الغياب يعني تهريب له عدة عوامل مؤثرة هون بيعكار أول عامل هو العامل الجغرافي عامل جغرافي نتيجة تدخل الأراضي تاني عامل هو أنه غياب الدولة لطويل الأمد تحول بالفترة الأخيرة لتواطق تكاتل لمختلف التيارات السياسية الموجودة بالمنطقة لحتى يستفيدوا ماديا من عملية تهريب يعني تكون الدولة غايبة كليا عن منطقة مثل عكار اللي هي منطقة طويلة عريضة هي محافظة غياب كلي للدولة ما منشوف الدولة إلا بزمن الانتخابات وعود كاذبة 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 بتتحول بعد الانتخابات لشي بالحوا وبالتالي الدولة اللبنانية ما بتعتبر ابناء عكار إلا مجرد أصوات انتخابية فقط لغاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر